عدنا نحوظاتكم مرة اخرى ضيفي يا دكتور ايمان عشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات دكتور ايمان كنت تحدثني عن الفئة العمرية قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا نكمل هي دي الفئة العمرية اللي انتم مستهدفينها فينا هو الفئة بتاعت العمرية للشباب اللي بيلطحك بالتعليم العالي من 18 ل 22 سنة كويس الانرولمنت ريت بتاعة دلوقتي معدل اللي لطحك للطلاب 37% من اللي في السن ده هو اللي في الجامعات احنا بقى بنخطط لان احنا الحقيقة ده بد ان نضع المخطط المستقبلي للجامعات عددها اماكنها برامجها وفقا لي تحقيق رؤية التنمية 20-30 او 20-32 او 20-52 فده كله الحقيقة معانا في الاعتبار انا قدامي بس بقولي حضراتكم احنا المنهجية بتاعة العمل مش داخل فيها في التفاصيل احنا دلوقتي بنتكلم على 3.5 مليون طالب موجودين حاليا في مرحلة التعليم الجامعي احنا بنترجة اننا ممكن نوصل الى 5 مليون طالب في الفترة الجاي بعد سنة 32 بالانرولمنت ريت اللي ممكن نوصل لـ 50% طيب يبقى لابد من اننا نبتدي نخطط من بدري احنا محتاجين عدد جامعات قد ايه اماكنها ايه مهمة اوي المكان ننمي المدن الجديدة يحقق الفكر اللي احنا محتاجين والتحقيق القطط التنمية اللي محتاجينها طيب النشاط الاقتصادي اهم من ده وده التخصصات والبرامج اللي حنشتغل عليها ايوة انا مهم اوي التخصصات دي والنبي بالنسبة بالضبط انا حاجي اقول لحضرتك ايه الفجوة في البرامج الاكاديمية اللي في كل اقليم بناء على البعد الاقتصادي والديموجرافي لا انا انا عايزك تجيبالي توتل انا مش عايز كل فجوة في كل اقليم طيب انا حقول لده حضرتك المنهجية اللي شغلين عليها بقيتوا عارفين ايه اللي نقص في كل حتة ايوة فاندم انا حدي مثل بس بعد اذنك لما اقول الاول ازاي بنختار البرنامج اللي هو احنا شغالين دلاشة على برامج بينية بنسميها انتر ديسبليناري وترانس ديسبليناري بناء على التوجهات الحديثة في العلوم في البرامج او في العلوم المختلفة قدامنا فيه تلات نقدر نقول برامج بنشتغل عليها في كل اقليم مناهج لخدمة المجتمع ومناهج ذات تميز على النطاق العالمي ومناهج لتنمية الموارد الاكليمية اذا الخريج دلوقتي في البرامج دي في المكان ده بيقدر انه هو يشتغل بمقررات ومناهج تقدر تحقق رؤية الدولة في الموارد الاكليمية اللي موجودة زائد يبقى لها تميز على النطاق العالمي بس دكتور ما عليش هنأسف يعني انا كطالب انا مليش دقاء برؤية الدولة انا عايز اخش ادرس حاجة نفسية ذكرها واخرج الاقي شغل لي في القطاع دوا واعمل منه فلوس علشان ابن بيتي ما هو حيخرج يلاقي النشاط الاقتصادي اللي احنا البعد الاقتصادي اللي قلنا عليه بالانشطة الاقتصادية في الاقليم ده هو ده اللي حيخرج يشتغل به في المكان ده وفقا للبرامج اللي بنجهزها طيب عايز اقول ان احنا اصلا الجامعات الحكومية كان فيها برامج شغالة بنفس المنهجية اللي هي ذات مصرفات من 2006 اللي هي البرامج المعتمدة او الكريدت اور سيستم قدام حضرتك هنا في 22 جامعة حكومية كان فيها برامج جامعية متاحة بمصرفات بالجامعات الحكومية ده في 2019-2020 كان برنامج موجود في الجامعات الحكومية بمصرفات عندنا 337 برنامج 62% منهم برامج عملية و38% منهم برامج نظرية حد امثلة على البرامج دي كل جامعة موجود فيها جامعة حكومية فيها برامجها عندنا مثلا جامعة القاهرة وعند شمس وحلوان وسكندرية عدد البرامج سواء النظرية او العملية طيب كلمة برنامج دي يعني ايه تخصص يعني؟ البرنامج ده حضرتك تحت نقدر نقول المجال هناك برامج تتسم بانها ليها سبغة بينية يعني ما بين العلوم المختلفة علشان تنتج نوع جديد احنا محتاجينه وفقا ليه توجهات البرامج على مستوى او الخريج اللي قادر على انه ينافس في سوق العمل المحلي او الاقليمي او الدولي اشتركوا في القناة